من جانبه قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن منتدى حوار المنامى يفتح الباب للحديث بصوت عال عن أمن المنطقة وقال الصفدي إن المأساة الإنسانية التي تتجلى في قطاع غزة لا يمكن التعبير عنها بسبب حرمان المدنيين من الوصول للخدمات وتدمير البنية التحتية الصحية لفتا إلى أن ما يجري في قطاع غزة ليس في صالح الأمن في المنطقة ولا في صالح الفلسطينيين أو الإسرائيليين على المدى القصير أو المدى البعيد مشيرا إلى أن غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من العنف